ويا هلا! اتمنى لكم يوم جميل سؤالنا النهاردة عن بطرونات الكروشيه التونسي شكلها ايه؟ اقدر اعمل منها ايه بالزبط ايه شكل البطرون كل التفاصيل دي ان شاء الله هجاوبكم عليها في الفيديو ده السلام عليكم زيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يرى بكونوا بألف خير بدوس او مرة شرفونا انا كريستيل بعلمكم هنا كروشيه تونسي مكرمية تريكو وحتى الكروشيه العادي بطرون الكروشيه التونسي شكله عامل ازاي؟ انظامه احكيلك حكاية بسيطة جدا كروشيه التونسي في الاول مكانش معروف جدا كان معروف بس التريكو هو كان طب ورقم واحد ومازال وبعدها بيجي الكروشيه العادي وبس خلاص مكانش فيه حاجة اسمها كروشيه تونسي فما كانش متداول قوي لما بطدينا احنا نسمع عن الكروشيه التونسي ونعرف ابر والتفاصيل دي كان البطرون بتاع كروشيه التونسي بطرون مكتوب يعني ايه مكتوب؟ يعني زي كده كنت تلاقي مكتوب كده مفيش اي حاجة فيه غير ان انت خطوات وتفاصيل وبس هتعملي كذا هترتفعي كذا هتعملي سلاسل كذا الطريقة مثلا هتاخدي بها الغرزة دي كذا بس مفيش اي حاجة تاني لكن مكانش فيه بطرون مرسوم وتلاقي لي رموز للغرزة زي اللي انت شايفها حاليا ده ده بطرون كروشيه عادي على فكرة لشال الكروهات الامر اللي انت شايفها ده طبع موقع مشهور جدا ان شاء الله لو حبيته تعرفوا عنه اكتر سيبولي في التعليقات كان البطرون بالمنظر ده وهتلاقي مثلا اعداد ارقام مش عارف ايه خطوات كلها بس مكتوبة ما كانش فيه اي حاجة تخص البطرونات الكروشيه التونسي غير ان هي مكتوبة كده بالخطوات حتى فيه صفحات قنوات على يوتيوب كانت بتشتري البطرونات دي وبردو بيشتروها عشان الصورة يعرفوا بس الصورة شكلها حلوة قد ايه كده وايه وبتدوا ينفذوها تبعا للخطوات اللي هي مكتوبة في البطرون زي كده لكن ما كانش فيه خالص بطرونات كروشيه تونسي رموز زي موريتك حاجة تانية كانت بعد ما تطورت شوية البطرونات بقت بالشكل ده زي ما انت شايفها حاليا كده عبارة عن خطوات بس بالرسوم يعني ازاي تعملي مثلا غرزة الغرزة المقلوبة زي تعملي الغرزة العدلة ايه الخطوات بتاعتها والقبرة مثلا متدخل منين متطلع منين اخد كم غرزة كلام من ده لكن ما كانش فيه اي بطرونات غير البطرونات الرسومية دي اللي هي بالخطوات طبعا سواء بقى ابيض و سود او مطبوعة بالصور زي كده لكن ما كانش فيه اي حاجة تانية تخص الكروشيه التونسي غير البطرونات اللي انت شايفها حاليا على الشاشة بعدين المسألة بدأت تتطور اكتر فبدأ يكون فيه بطرونات وفيه رموز زي ما انت شايفها دلوقتي كل دي بطرونات جرشيه تنسي وبطرون البطرون ده كله مثلا هو بطرون لغرزة واحدة بس يعني ايه غرزة واحدة بس هقولك عمتا يعني بيكون رمز الغرزة ودي سلاسل البداية تمام بعد كده غرزة بسيطة بعد كده الصف اللي بنسحب منه كل حاجة على الابرة بعد كده رمز الغرزة وصف اللي بتسحب منه على الابرة وهكذا وهتلاقي الصف اللي بنسحب منه على الابرة ده شبه الموجة موجود تقريبا في كل البطرونات اهو اهو زي ما انت شايفة برضه موجود هتلاقيه موجود تقريبا في كل بطرونات الكروشيه التونسي لانه فعليا احنا بنسحب صف وبنشتغل صف فصف السحب ده لازم يتحط في البطرون فده بطرون غرزة واحدة بس انتوا بتخيلها هتلاقي مثلا بطرون زي بطرون الغرزة البسيطة هتلاقي السلاسل البداية الغرزة البسيطة بيترمز لها زي الالف كده تمام الموجة ده زي ما قلت لك صف السحب من على الابرة فهتلاقي البطرون كله هو ماشي على كده عشان يعني يكون ليها رمز كغرزة فانت هتلاقي لها رمزين رمز الالف ورمز الموجة ده على اساس ان هي كده ايه غرزة واحدة هتلاقي مثلا ده بطرون الغرزة العدلة والمقلوبة مع بعض فبيكون لي كده غرزة البسيطة فهتلاقي رمز الغرزة العدلة مثلا عامل زي الدايرة اللي هي زي نقطة المياه كده هتلاقي رمز الغرزة المقلوبة عامل زي الهلال وفوقيه اللف بعد كده صف اللي هو السحب هتلاقيه كله كده جنب بعضه عامل زي الموجة فده بطرون كده على بعضه بطرون غرزة بسيطة وده اخر حاجة اتطور لها البطرونات الخاصة بالكرشيء التنسي بس لسه مش هتلاقي مثلا فستان وجنبيه البطرون لسبب بسيط هو بطرون الغرزة زي ما انت شايفاه كده فهيقولك مثلا ان انت الحرطة بتاعتك كزا وتنقصي كزا وكلام من ده لا هتلاقيه مكتوب لكن مش هتلاقيه معمول زي ما انت شايفاه حاليا لان عشان يجمع لك بطرون شامل كامل كده في صورة لسه هم معملوش حاجة زي كده وطبعا لو انتظرت ان انا اعمل كلام ده على اللي تشانل عندي يبقى كان زماني لسه ببتدي كرشيء تنسي في الحقيقة فانا بشتغل بدون اي بطرنات وانتو شفتوا الحاجات اللي انتو شايفينها حاليا انا اشتغلتها فعاليا بدون اي بطرون وتقدمت معاكم من مستوى مبتدئ لمستوى متوسط الشيتة دي ان شاء الله تبتدوا اشتغلوا بالاسلوب البروفيشنال في الكرشيء التنسي وطبعا برضو بدون بطرنات لان البطرنات شوية هتحجمنا مش هقدر ان انا اشتغلكو بيها ولكن من وقت للتاني هعرضلكو بعض بطرنات الكرشيء التنسي بحيث ان انتو تفهموا البرزة والرمز بتاعها على اساس لو حابين تشتغلوا بالبطرون تابعوني على الفيسو الانستا لو حابين ولو على التيك توك لو حابين الحاجات السريعة اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسؤال تاني مع السلامة باي